في اليوم الختامي نتواجد هنا لقمة بريكس الفين واربعة وعشرين هنا في كازان الروسية واليوم الثالث للقمة والثاني للقادة واجتماعاتهم اليوم قبة أصدقاء بريكس والتي يمثلها أربعين دولة يتواجدون من رؤساء دول وحكومات وممثلين لهذه الدول الذين بدأوا بكلمات منذ الصباح وفي هذه اللحظات هنا في هذا المقر حيث التواجد الإعلامي الدولي الكبير والشاشات التي تعرض كلمات رؤساء الدول التي بدأها الرئيس الروسي بلادمير بوتين وبعد ذلك عدد من الرؤساء والكل اشترك على أن يجب أن يكون هناك حل سلمي وعادل للصراعات حول العالم جميع الكلمات اليوم لأغلب الرؤساء والوفود تحدثت عن هذا المنظور من ناحية سياسية أمنية يجب أن يعم السلام والاستقرار حول دول العالم كذلك كانت هناك كلمة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آلن هيان وزير الخارجية والذي كان حاضرا بكلمة خلال الجلسة اليوم في جلسة أصدقاء بريكس والذي تحدث سموه عن أننا هنا في هذه القمة قمة بريكس نعمل ضمن ميثاق الأمم المتحدة والأنظمة العالمية المعمول بها كذلك أشار سموه إلى طلب وكذلك يجب أن يكون هناك وقف فوري للحرب الحالية في قطاع غزة وكذلك بأن يكون أيضا هناك حل الدولتين وأيضا حل الصراعات على مستوى العالم كذلك سموه تحدث عن ميادور في لبنان وأيضا إلى وقف التصعيد في لبنان وأيضا ضرورة إدخال المساعدات سريعا وبدون شروط وضمن نظام الأمم المتحدة وكذلك دعم الاستقرار على المستوى منطقة الشرق الأوسط والمستوى العالمي كوننا نتطلع للسلام الاستقرار الازدهار النمو على مستوى العالم ضمن هذه المنظومة وغيرها من المنظومات متعددة الأطراف والتي تهدف إلى إيجاد استقرار إيجاد نمو إيجاد أيضا هناك إذا ما تحدثنا كذلك يعود بالفائدة على الاقتصاد فيجب أن يعم السلام والأمن والاستقرار على مستوى العالم وهذه كانت كلمة من مجموعة كلمات للرؤساء المتواجدون والممثلين والمسؤولين في قمة أصدقاء بريكس هنا في يومها الختام في كازان الروسية شكرا لك حامد رعاب مفتقا وتبضبي إلى كازان